وفي موضوع قانون الدعم الطارق دعا رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي إلى تمرير القانون وإبعاده عن التجاذبات السياسية وقال الكعبي في مؤتمر صحفي إن القانون تضمن تسوية أوضاع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين والإداريين أبنائنا من المحاضرين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا في كافة الوزارات تخصيصات لازمة وكافية لحل مشكلتهم إن شاء الله ونحن نهيب بالحكومة العراقية إن شاء الله أن تقوم بواجبها من خلال تهيئة كل المستلزمات اللازمة أيضا تخويل إلى وزير المالية لإتمام الانتهاء من هذه المشاكل والعقد التي أثرت كثيرا على هذه الشرائح في عموم العراق ونعمل إن شاء الله من مجلس النواب العراقي أن يتعاطى مع هذا القانون بشكل إيجابي بعيد عن التجاذبات السياسية وأن لا يعتبر هذا القانون سلع سياسية مرة أخرى لأن فيه حاجات ومتطلبات وفائدة لأكثر من أربعين مليون مواطن عراقي